السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملين ايه? اهلا بكم في عالم الالعاب العربي. النهاردة كده هنتكلم عن اللعبة على السريع وهو الكتاب البازل. اللي هو الكتاب الخشب المشهور. انا جبت لكم بيتو شكلين عشان تشوفوا نظام اللعبة بس وشكلها. هبدأ مفتح معاكم كتاب واوريكم نظامه. شوفوا. هو هو كتاب بازل. هو ستة ستة وشوش يعني اهو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. ده يعتبر بازل شكله حلو جدا. هو كله عموما من الخشب يعني وليكن كده. شوفوا هو الخشب بتاعه نضيفه خمته حلوة عموما على فكرة. والوانه جميلة واشكاله مختلفة يعني فيه اشكال جميلة جدا ومختلفة. في حاجة عايزة اقول لكم عليها. اه في الفتحة الياس صغيرة دي في مواصم الناس لما يجوا يشوفوا الفتحة دي بيعتبروا ان اللعبة مكسورة. اه لا هي اللعبة مش مكسورة ولا حاجة اكمل الخشب بيبقى متمسك في بعضه زي ده اللي هو ما يقعش بسهولة. اه فلازم في فتح عشان تشده شوية اللي هو كده شوفه. اللي يوم بحتاج صعوبة. هبدأ افتح معاكم مسلا شكل من الاشكال. وليكن مسلا الشكل ده. هبدأ فيك الاشكال كده. طبعا هو ملهوز الصورة المفاوضة ان الطفل يكون حفظ الشكل ويبدأ يعمل زيه. كمان الاطار هنا بيخليك يتكون الشكل او تجيبي الصورة بالزبط. انا هبدأ مسلا بالشكل الاولاني. اللي هو ده. شوفوه. وطبعا كلنا عارفين فوايض البازل وتعتبر دي اول الالعاب اي ولي امر بيجيبها لابنه. شوفوه. طبعا لازم تعمل الكشب تمسكها جامد لان المفروض الكشب ده بيبقى جامد في بعضه. عشان الكتاب فعلا ما يقعش. اشتركوا في القناة اهو تشوفتوا الشكل بعد ما خلصتو. بس لازم اضغط عليه ضغط على اساس ان هو يدخل لجوه. شوفوه عشان تشوفو الكتاب. اهو. بازل يبقى كتاب كده متماسك في نفسه من غير ما يقع ولا اي حاجة تقع منه. وهي دي كانت اللعبة اتمنى تكون اللعبة عجابتكم. اشوفكم ان شاء الله المرة الجاية في فيديو جديد ولعبة جديدة. مع السلامة. اشتركوا في القناة